كان عندهم الملكة دي يعني هل كان فيه منهم من المجانين أو المساجين اللي بيملكوا هذه الملكة الصحفية إنه هم يكتبوا إنه هم يعبروا إنه هم يتحكوا إنه هم يقلفوا يعني أي مكان أي نوع الصحافة اللي كانوا بيقدموا في ظنني أيو تزامنا حضرتك أيو كانوا بيملكوا كل أدوات الصحافة يعني بكل أشكالها كمان حتى أنواح يعني فيه تقرير وفيه فكاهة وفيه فيه باب للفكاهة فيه كتابة ساخرة فيه حد بيكتب مذكرات يعني الحقق فيها كل اللي بيكتبوا الصحافة اليومية ولكن بدون أي قيود بدون أي ترتيب طبعاً بدون أي مساعة حرية أعلى بدون أي مساعة حرية أعلى بكتير طبعاً لأنه ما فيش حدود للحدوت يعني مجنون بيكتب أو سجين فمعا مساحة واسعة من أنه يقول أي حاجة يعني فقد صحافة وقدة مساحة كبيرة استمرت واتطورت وقعدت سنين حدرتك استعانت بكتاب داخل كتاب حدرتك ويمكن ده كمان كان فيه جزء مختلف فيه إضافة كبيرة أكيد للكتاب الكاتب مثلاً محمد المخزنجي حدرتك استخدمته أو خليته هو يكتب لك المقدمة بتاعت الكتاب ليه من وجهة نظرك ككاتب كنت حابب تعمل الإضافة دي أو كنت حابب أنك تحط اللمسة دي من كل كاتب في كتاب حدرتك هو دكتور محمد كان مختلف شوية عن الكتاب اللي هو الكتاب نظر محمد قدم الكتاب ليه؟ لأنه أولاً قديب كبير جداً أكيد قص كبير يعني أكيد واحد من أهم الناس اللي قدمت صحافة علمية في تاريخ مصر سواء برى مصر أو جوا مصر يعني قدم صحافة علمية أدبية عظيمة تتدرس يعني وكان مدير عمبر الخاطرين اللي عد عليهم أكثر من 20 سنة في مستشفى المجانية كمان هو خلفيته الشخصية كمان كخريج إيه أصلاً هو طبيب نفسي بالأساس فيقدر يحللي ده نفسياً أوكي فده كان إضافة كبيرة للكتاب وشرفني طبعاً مكتابة المقدمة أكيد وزكاء طبعاً من حضرتك أنك برضو تضيف في اللمسة دي على كتاب حضرتك من كاتب كبير طبعاً طبعاً شرفني طيب إيه وجهت شابه ما بين المساجين والمجانين من وجهة نظرك؟ الاتنين بيجتمعوا في أنه صحافة غير مألوفة اللي اتنين بيجتمعوا أنه هم على هامش المجتمع أو الصحافة اليومية العادية اللي اتنين بيجتمعوا أنه هم داخل صور أو حيز مغلق مقفول عليهم ببين يعني الناس تقدر عندها حاجة مفتقدة العالم الخارجي ده مش شايفينه فيقدروا أعبره بشكل مختلف كمان الأصل بقى في الحدوتة أو ليه تم الجامعة لأن الناس كتير بتسأل السؤال ده لأنه ما كانش فيه مستشفيات في العالم قبل 1661 ما فيش مستشفيات في العالم فكان المجانين بيتحطوا في السجود لحد 1661 بالزبط طبقاً لكلوت كيتل فيه رأي تاني اللي هو مشيل فوقه في كتابه حتى العصو الكلاسيكي بيقول لا 1792 وده رأي دكتور محمد المخزنجي ورأي المرحوم وزير الثقافة السابق دكتور شاكر عبد الحميد ورأي ده خترة كتير جداً وأنا أظن أن ده الرأي الأقرب فبداية دخول يعني يبقى فيه مستشفى عام أول مستشفى عام يبقى فيها مجانين مش قبل 1661 وفي ظني بعد السؤالة الفرنسية 1909 وبالتالي كانوا بيعيشوا في مكان واحد المجانين والمساجد فده أحد العوامل برضو اللي خلتنا أجمع ما بينهم